اتهمت الحكومة اليمنية أجهزة إيرانية بالقيام بمحاولات تزوير مستمرة لعملة البلاد المحلية وتسبب انهيارها لتعيق المعاناة المعيشية لليمنيين وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي إن الخطة الإيرانية تهدف إلى الحفاظ على أدواتها من ميليشيا الحوثي وإنقاذ مشروعها الذي شارف على نهايته بعد تصاعد الضربات والهزائم الميدانية الموجعة لها من قبل الجيش اليمني وبدعم أخوي من التحالف العربي بقيادة السعودية هذا وتهوت قيمة ريال يمني في الأيام الماضية إلى أدنى مستوى في تاريخه في زيادة تجاوزت الضعف ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار جميع السلع والخدمات ليزيد بذلك من حجم معاناة اليمنيين ترجمة نانسي قنقر